حتى نحكي عن شخصيات الزجرتي ومنامت موجودة بسوريا رح نرحب ونصبح بدكتور عمار السمر مختص بالتاريخ العربي والسوري الحديث والمعاصر هو معنا عبر السكايب من تركيا ويا صباح الخير إليك دكتور صباح الخير صباح الخير إلكون ولمشاهدين جميعا لأهلنا في سوريا جميعا وفي العالم العربي على بيك دكتور يعني أثناء قرات الزجرتي اللي احنا ممكن كله أثناء كسوريين أو أكتر نرى الموضوع العقيد أبو شهاب أو أبو صياح الله يرحمه لكن الموضوع طلع قديم كتير لنا أيام صلاح الدين وحتى كان في اسم ثاني للزجرتي اللي هو العياق نحكي شوي عن هاي المرحلة إم تبلشت بسوريا شخصية زجرتي أو العياق قديما طبعا الناس يتأثرون بالدراما التلفزيونية والمسلسلات والأفلام حقيقة أو يأخذون منها معلوماتهم أكثر من المصادر التاريخية لماذا المسلسلات في متناول الجميع كما قلت الآن في مقدمتك هذه الشخصية لم تكن موجودة في دمشق فقط ولا في سوريا موجودة في كل بلاد الشام موجودة في مصر وجدت في بغداد وأيضا هي شخصية قديمة وإن كانت اختلفت صفاتها يعني كما قلت العيار أو العيارون والشطار وهؤلاء كانوا منذ العهد العباسي وحتى في بعض الفترات عند انحطاط السلطة السياسية الحقيقية كانوا حكموا دمشق في فترة من الزمان لبعض السنوات أيضا هناك تفريق كما قلت بين أزجرتي أو القبضاي وأزعران ولماذا أحيانا يحصل الخلط بينهم لأن من صفات أزجرتي القوة البدنية وهو اعتبر في بعض الفترات في العهد العثماني خارج عن القانون مع أنه لم يكن يمارس أعمال السرقة أو النهب ولكن أحيانا يضطر لحماية المظلومين والفقراء ضد عسف السلطة ورجال السلطة كما شاهدنا في بعض الأحيان في مسلسل باب الحارة حتى على الواقع أيضا تم تحجيم الزماني فترة من الفترات حتى يعني ما يتم ثورة على الحكم السياسي وتحجيمه صح؟ حقيقة هنا سنأتي للعلاقة بين الزجرتي أو القبضايات والسياسيين أولا أنا أريد أن أعرف الزجرتي إذن هو رجل بكل معنى الكلمة بالصفات البدنية القوة الجسدية الشجاعة الكرم نصرة المظلوم مساعدة الناس هذه هي صفات الزجرتي إذن ظهرت هذه الشخصية في مراحل تاريخية متكررة لماذا كانت تظهر؟ كان هناك تظهر حاجة في المجتمع لهكذا شخصية للمساعدة في إدارة الحارة خاصة مع تراجع دور السلطة السياسية أيضا شيء مهم جدا هو كان في بعض الفترات وصيد ما بين السلطة وبين الناس وينفذ أجندة السلطة أحيانا طبعا السلطة هنا في أواخر العادة العثماني ربما لا تكون الدولة الحكومة هي البكوات أو الكبرى العائلات التي كان كل منها له نفوش في حي من أحياء دمشق أو القاهرة وهذا ما أغفلته حقيقة المسلسلات التلفزيونية كان يظهر هذا الزجرتي كأعلى شخصية في الحارة بما أنك ذكرت أنه وسيط من كان يختار لك الزجرتي يتم تنصيبه من قبل الناس إذا هو تابع لكل منطقة أو من القادة السياسيين أو البكوات حقيقة عوامل مختلطة عوامل مختلطة مثلا نأتي إلى شخصية أحد الزجرتي الذي ذكرته في تقريركم أبو علي التلاوي أو الكلاوي وهو كان الزجرتي في باب الجابية في مدينة دمشق حقيقة منذ صغره كان يشارك في العراق له قوة بدنية كانت تجري في الحارات مباراة للمصارعة بين الرجال فيتم اصطفاء شخص ثم هو تعلم لعبة السيف والترس واستعمال الأسلحة ثم أصبح له فرقة فرقة سيف وترس صارت تشارك في الموالد وفي المناسبات الشعبية وفي هذه الفرقة تجمع حوله عصابته طبعا كلمة عصابة في ذلك العهد لم تكن بالمعنى السلبي الموجود اليوم تغيرت دلالة الكلمة إذا صار له جماعته جماعته تماما نعم برز في المجتمع في تلك المنطقة كان آل البكري آل البكري شبكوا معهم لأنهم أيضا يريدون يعني آل البكري وكثير من العائلات الزعامة الدمشقية في القرن التاسع عشر حقيقة خرجت من المدينة القديمة وانتقلت إلى الأحياء الجديدة كان هو مثل يدهم في الحي حتى عائلة القوتلي والبكري ومردن بيك إذن هو يصنع نفسه بقوته البدنية وأخلاقه ومساعدة الفقراء ثم بالدعم من السلطة أو الأسر الكبيرة وهذه الأسر الكبيرة هي نفسها في فترة الانتداب الفرنسي وأواخر الفترة العثمانية يعني هي أصبحت في السلطة السياسية وكانت تعمل كدور وسيط بين السلطة العثمانية والمجتمع وأيضا في فترة الانتداب اعتمد عليهم الفرنسيون ليكونوا وسيط بينهم وبين المجتمعات وكان هذا الزجرتي يدهم كما قالوا في التقرير يساعد في تنظيم المظاهرات في الانتخابات حتى عندما شبت السورة السورية الكبرى ورد خطأ أعتقد مطبعي في تقريركم السورة العربية الكبرى هي حقيقة السورة السورية الكبرى عام 1925 التي كان قائدها سلطة باشا بطرش مع الزعماء الوطنيين إذن مهمته الأساسية في نقول هي التنصيق بين القيادات وبين الشعب ولكن كما كان يظهر بالدراما أو كما كان له قرار بالحارة كان يبت بمواضيع معينة كان هو ليأخذ قرارات كان في محاكم أيضا تصير قدامه هو الذي يكون القاضي بهذا الموضوع؟ ما كان يقلق السلطة يمكن هذا الدور الذي كان آخذه؟ هو لا يخرجه عن سقف السلطة لذلك أحيانا في العهد العثماني عندما كان اعتبروا خارجين عن القانون بعض الزقرتية اعتبروا خارجين عن القانون لماذا أحيانا قد ينصف أحد المظلومين لماذا كان هناك الفساد في جهاز الجندرمة أو الشرطة؟ كما كان دائما في التاريخ هناك فساد أحيانا يساعد بعض المظلومين ضدهم وكما قلنا هناك يكون مضافة لهذا زقرتي يجتمع وأيضا كان هناك مجلس الحي هذه حقيقة أنه ظهرت في الدراما يتداول في أمور الناس مساعدة الناس يلجأ إليهم أحيانا الناس لإنصافهم دون الذهاب إلى الشرطة أو السلطة الموجودة لماذا؟ حتى كان زقرتي يعتبر حارس للعادات والتقاليد يعرف العادات والتقاليد ربما تكون هناك مسألة مهمة في العادات والتقاليد ولكن عند السلطة لا تعتبر جريمة لا تعتبر مشكلة زقرتي كان ينظر في هذه المسائل نعم طيب ما كنا نحكي عن الدراما وحكينا عن أبو صياح وأبو شهاب اللي هو يمكن انشهر أكثر بالدول العربية لأنه في سوشيال ميديا ولأنه يعني مو مثل أيام أبو صياح بالأبيض الأسطل أكيد ما كان فيه دور للسوشيال ميديا مثل اليوم برأيك أم تأخفقت الدراما السورية بإيصال الدور الحقيقي للأبوضاي أو لزقرتي وبشو كانت محقة طبعا مسلسل أبو صياح قديم ربما نحن نعرفه وبعض المسلسلات تظهر زقرتي أحيانا مثل الأزعر حقيقة كما قلت هناك تشابك يعني في مسألة القوة البدنية وفرض يعني استخدام السلطة ولكن الناس كانت حقيقة تميز بين الزعران وبين الزقرتي الدراما السورية يعني الدراما هي دراما تريد أن تجذب المشاهدين وأحيانا تضيف إلى الحقيقة التاريخية بعض الأشياء للإسارة يعني مثلا الدراما أحيانا نجحت حقيقة في إيصال هذه الشخصية ولكن الأمر منقوص يعني مثلا في باب الحارة يظهر زقرتي كأعلى صلطة سياسية في دمشق صح طبعا كان يبد في بعض المسائل ولكن له سقف ولم تظهر المشتوى الأعلى منه وكان تأشيره في الحارة أيضا يعني مثلا أبو علي التلاوي وعائلته كلهم يعني وأحيانا فتكم في الحديث يكون في الحي أكثر من إسجرتي أحيانا كان أحيانا مثلا بعض الزقرتي مثل هذا أبو علي التلاوي الذي ذكره في تقريركم كيف ظهر ووصل إلى منصب الزقرتي كان يكون هناك الشجار بين الحارات خاصة بين باب الجابية والشاغور فظهر كمدافع عن الحارة هو ومجموعته فصار أهل الحي يحترمونه لأنه يدافع عن مصالحهم الدراما لم تظهر كل الجوانب صحيح ولم تظهر كل الجوانب أمر آخر باب الحارة عندما صار فيه ما بعرف مئة جزء يعني أنا مبالغ يعني صاروا يعني شاربة تعسوك يريدوا أفكار أفكار لهذه الحلقات فصاروا يدخلوا أشياء حقيقة لا أصل لها بتوقع كان دكتور أيام شامية هو الشيء يمكن دور اللي أخذ أبو صيحرة في إسباعي هو الدور يمكن المحق أو بيشبه الواقع أكتر شيء صحيح نعم على ما أذكر ولكن انتبهي يعني أبو صيح كان في هذا الدور عجوز والقبضاي حقيقة أو زجرتي كان يجب أن يكون عنده القوة يعني بس كبر يعني كان زجرتي هو صغير وكبر يعني كلها تريد نكبر يا دكتور وظل كلمتها وظل كلمتها مسموعة أتوقع هم ليش كانوا مقاصدين يعني صحيح ولكن أحيانا أدخلوا في بعض هذه المسلسلات يعني صار هناك الزعيم والعقيد صحيح طيب دكتور بأي مرحلة تم تحجيم دور الأبضايات وليش هذا سؤال مهم حقيقة لم يصدر أمر بتحجيمهم كما كان بروز ألقى بضايات وصعودهم حاجة من المجتمع حاجة من المجتمع الحارة تريد من يديرها من يطبق قانون ما فيها وازداد دورهم مثلا بعد الثورة السورية الكبرى هم شاركوا انتبهوا شاركوا مع الزعامات المدينية أهل البكري أهل القوة البارودي شاركوا معهم في السورة وهم مولوهم للمشاركة في السورة والثورة حقيقة كما السورة السورية 2011 صنعت زعامات جديدة لم نكن نعرفها في المجتمع إذن كان هناك لهم دور فرضته الحياة الاجتماعية مع دخول الحداثة والخروج خارج باب الحارة يعني صارت الحارة في البداية كان يغلق بابها أزقرتي عالمه هو الحارة الجميع يعرفه يعرف الجميع له موانا على الجميع لكن مع الحياة الحديثة ظهرت الأحزاب السياسية صارت تمثل الناس ظهر طبقة ثقافية جديدة المجتمع صارت له السلطة السياسية صارت أقوى يعني التطور يمكن تغيير الحياة هو من قلص دور التطور جعل الحاجة إليهم ولدورهم أقل مع تقدم الزمان لم يكن قرارا وإن كان بعد ذلك السلطات يعني فرضت نفسها بقوة ساهمت في نهاية دورهم طب اليوم هل ظلب الشام يعني قبضاي أو زقرتي يعني بهذا المفهوم يقام نحتي عنه ولا خلص الأحزاب الموجودة أو السلطة السياسية راحت خلص القصة كلها حقيقة بعض الباحثين اهتموا بهذه المسألة في سوريا وفي لبنان وبعضهم ألف كتابا وأبحاثا عن هذه القضية يعني مثلا فيليب كوري وكتب كتاب مهم جدا عن الانتداب يقول هو قابل آخر القبضايات في السبعينات وكان يشارك في المناسبات الوطنية ويركب الخيل وهكذا بعد ذلك حقيقة مع سلطة في السبعينات مع سلطة النظام وقبضته الأمنية ربما يوجدوا ولكن لم يكن لهم دور أكيد لم تكن لم تكن فيهم أخلاق القبضايات لأن من يتعاون مع هكذا أجهزة أمنية ومع هكذا السلطة معروف مواصفات وغير التعريف كله صحيح ولكن مثلا أنا قرأت مقال من فترة قريبة في لبنان يوجد رسمة اقتصادية وحكومية كان أحد الصحفيين يتساءل هل يعود دور القبضايات لماذا؟ كسرت السرقات كسرت التعديات السلطة في فترة الأزمات تصبح ضعيفة الناس بحاجة إلى حماية فيقول هل نحن بحاجة مرة أخرى ليعود القبضايات لحماية الأحياء نشكرك لأنك شاركتنا بصباحنا اليوم وبالمعلومات القيمة دكتور عمار السمر واختص بالتاريخ العربي والسوري الحديث والمعاصر كنت معنا من تركيا عبر الاسكايب شكرا لإلك شكرا لكم واتحياتي للجميع مع السلامة اشتركوا في القناة